فمعركة تحرير الأرض ورغم كونها معركة قاسية وضارية كان وقودها الملايين من الشهداء إلا أن معركة اليوم المتمثلة في تحرير العقول من مخاطر الاستلاب الفكري ومخططات ذرب مقومات الهوية الوطنية أشق وأصعب نعم هي معركة صعبة لأن العدو فيها غير ظاهر ويستعمل أسليب خفية وخبيثة تستهدث شل إرادة الشعوب لتسهل السيطرة عليها وتتواصل عملية نهب ثرواتها ومقداراتها وذلك تحت ذرائع وشعارات زائفة ومستفيدا من التطورات الهائلة التي تشهدها تكنولوجية الإعلام والإيصال التي تتلاشى معها كل الحدود بين الدول وتغير معها مفهوم الأمن والدفاع الوطني ترجمة نانسي قنقر